المورد الثاني اعزائي في سورة الصاد الآية واحد سبعين وما بعد عزائي الآية واحد سبعين وما بعد عزائي تفتو جيدا قال اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفغت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة الا ابليس استكبره قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منهم خلقتني من نار وخلقته ماذا اذا قايسنا بين النار والطين ايهما اشرف وجوده النار بلا اشكال ولكن قياس ابليس تام او باطل مولاد ها باطل لماذا باطل لانه المقايسة ليست بين النار والطين المقايسة بين ونفغت فيه من روحي اللي لا يوجد في مكان من هنا جملة من الاعلام يستدلون بهذه الايات انه ليس فقط الظاهر حج الظاهر والباطن لان الروح ظاهر له باطن ها باطن والجسد ماذا ظاهر فاذا اكتفيت بالظاهر ولم تذهب الى عمق الظاهر اللي هو الباطن فمسلكك مسلكم شنوه مولا شيطاني الحمد لله اللي يقولون فقط ظاهر ما عدنا شغل بالتأويل والباطن العربان هذا امامكم هذا الله اعترض عليه قال له فاخرج منها فانك رجيم الصلاة فقط ظاهر له ظاهر وباطن شو تقولوا بالفقه شنو تقرأون انتم ها تقرأ عدد ركعاتها شروطها موانعها مستحباتها مكروهاتها ولا الى 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 مبطلاتها واكذا هذا كله صحيح لم يقول احد انه لا ينبغي ان يقرأ لان هؤلاء الاعلام يقولون الطريق الى الباطن يمر من اين من الظاهر لم يقل احد من محققي العرفاء انه نحن نتجاوز ماذا نتجاوز الظاهر ابدا نقول لا نقف عند الله فرق بين نتجاوز الظاهر لا نعتني بالظاهر ولا نحصر المعارفة والعبادات ماذا فضل ما ادري واضح صار اعزائي هذه من الايات ولهذا يقولون بانه هذا العمل من يريد الحاصر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلوا علي الى حول هاي الاية